عندنا حكاوي كتير إنما عندنا تيارير دلوقتي من نجم النادي الأهلي ونجم متخب مصر عدل عبر رحمن وده انت لعبت معاه وزميلته في الملع لعبت معاه كتير وكان زميلي في الغرفة فترة طويلة أنا عادت مع كده واحد كمان طبعا ما أنا حضرت المعارس كده يعني عادت مع علاق صديق فاطر عادت مع ايمان شوق عادت مع ايمان شوق فاطر عادت مع محمود صليح فاطر يعني حسام وابراهيم انت بيت تغير عليه على ده عادت معاه فترة في القوضة عادل عبر رحمن ليك موقف معا من مواقف عادل ليه كتير معا ده قصص كنا حتى بنخرج أصلا بعد التمريد كنا بنخرج مع بعض كان أنتيمك يعني آآ آآ عادنا فترة رغم فريق السن بيننا طيب قولينا موقف كده مع عادل عبر رحمن عادل مرة كنا رايحين نلعب زمالك في نهاية السوبر الإفريقي اللي هو أيمان منصور كسبنا فيه آآ قالي كان في جهانبيرج آآ كان مستر آآ 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 آ انا ممكن هاكو الرز عاو جاعب اذا كنا نلعب ولا يقول له رز وبالسوس يعني انت بر الفرقة اكيد اه يعني انت بر الفرقة عادل كنا راحين نلعب الماتش ده في جهانسبيرد وانا بلعب تقريبا كل ماتشات الدور اللي قبل ما نسافر حوالي 15 ماتش لعبتهم فانا ما عنديش شك واحد في المليون وانا كنت بجيت في ماتشات اهلو الزمالك ما عنديش شك واحد في المليون ان انا ان انا هبقى اساسي في الماتش طبعا فعادل معي بقى في القوضة على طول يقول لي يا كابتن تفتكر مين اللي هيبقى براتين اللي اه في الفرقة التشكيل مين وانا اعمل التشكيل وادهوله يلاقوا ما يلاقيش اسمه خالص فيه وانا بقى انا موجوب يقول لي انتا بحطيني احتياط اقوله لما ولاعت انت انت بره خالص يا عادل اللي اركب الطيارة قولي يا كابت ايه شايف ايه مين ايه اقوله اعمل غير واحد مثلا بتاع وهو برضو برا كنت بتعمل مع واقف ده 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 موقف معاه لا ما انا بلعم على طول وهو لا مش موقف ايش بتاري عليه انا انت كنت بتكلم بجد ايوة ما حط الفرقة بجد وهو كان واخدها بجد برضو لا اه هو واخدها بجد بس بيهزر معاه يقولي انت فاكر مين اللي رحنا هناك نتمرن قعدنا مساعة نتمرن اسبوع برضو كده ما جيلي بعد يومين في القضاء مين الفرق احط نفس انا وغير واحد او اتنين بس اوه مش عادل مش موجود انا متوقع بقى كده اه لقيت الكبشاطة بندهني عصمة تعالى انا بتزقل عصمة تعالى عمل المطش بيوم اخلت المطش بيوم بس انا كان في ذهني ان هيقولي تعليمات على بكرة هتعمل ايه لان انا بلعب كل المطشاط ايو 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 فروحت داخل لقيت كانت المجسسر انا نهارس قاعد وكانت الشطاء قاعدة هولا بيترجبلو اوه فيتكلم معايا مش عارف ايه بقين قال لي عصمة انت بكرة بره الفرق انا تخضيت تشديت كده بره الفرقه انا بقى كل ده انت شايل هم عادل يتقوله ايه اه فقلت له طيب بعده بقى حوار وجدل وكلام ايو ايو قلت له طيب خلاص فانا بقى ماشي خارج من القوضة فبقل له انا شكيت قلت له انا برة يعني قال لي انت بره الفرقى خاص дос بالسوس بره السبتاشن بش عن الرز بالسوس بره السبتاشر بره السبتاشر بره السبتاشن بره السين inspire ال heb graal قلت لهнуть شاحتيادي كمان قال لي لا بره قال انت بقى الشايل هتقولي ايه اهم عادل بقى فرجعت القوضة فعادل لقى وحد بتغير اواا واعد عالسرين ولقى واحد شكله بتغير يعني حاجة قل لي ايه فوفيء ايه بيقولي أنا بسكت إيدك لقيتها تليجت قلت له أنا برا الفرقة فهو إيه؟ بتدى يضحك بقى اللي إيه برا فرقة قلت له أنا برا الفرقة قال بقيتها لو هو بقى إيه؟ عدة وقليناها هو كان برا برضو ها؟ لا هو كان لعب نعب كمان فقلبناه بقى أنا وهو ضحك طول الوقت بقى طيب إحنا معنا تأريد لي هنسمع يقول إيه؟ ونرجع نكلم تاني في المواضيع دي فضل عبر جاوت أولا أنا سعيد جدا إن أنا أتكلم على نجم كبير زي كابتن أسامة وده كابتني ويمكن علاقتي بيه علاقة شخصية وطبعا برحب كابتن مصطفى عبدو يعني قدوتنا وحاجة جميلة جدا لما بيجيب الأجيال كلها ورا بعض يعني كابتن أسامة عربي يمكن أنا شهادت فيها شهادت فيها مجروح مجروحة لأنه كابتن أسامة بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي وبالنسبة لي كابتن أسامة يعني من الصداقة خارج الملعب أكتر كمان من الملعب رغم إختلاف العمر بيننا كابتن أسامة أكبر مني ولكن ده كان كابتننا كابتن أسامة من أفضل اللعيبة اللي تلعب جنبها في الملعب كابتن أسامة من أفضل اللعيبة أخلاقيا كمان كابتن أسامة طول عمره طول الوقت بيعلمنا حاجات كتير قوي ويعني يمكنه كمان دمه خفيف يمكن مش زيغة مش دمه أخاف من الكابتن مصطفى عبدو لكن برضو دمه خفيف كابتن أسامة عربي واحنا مستنيين نتفرج على حلقة جيدة منكم وحلقة جميلة جدا ونتعلم منكم حاجات كتير ومتشكرين جدا تقوله إيه؟ عادل لا لا حبيبي عادل صحيحة رغم أن أنا طبعا أكبر في السن شوية بس هو فعلا كنا على طول نخرج مع بعض وعلى طول والدتها الله رحمها كانت تعمل لنا المنبار والمحشي والتاع أنا هو في فترة أنا هو وحب الرمضان عشان كده بقى نايم معه على طول لا على طول هو طبعا كان من عين السيرة قبل المياه يعني قبل الجواز وكده فعلى طول كنا عنده ونخرج بعد التمرين يعني إذا كان في فصحة ولا حاجة وكان ليه يعني مواقف كتيرة جدا معاه يعني